اشتركوا في القناة يوم الدين أمين يا رب العالمين من أراد الله بدع بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم مولي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم عظم الله أجورنا وأجوركم أعزائي المشاهدين بذكرى ضربة أمير المؤمنين وقائد القر المحجلين سلام الله عليه نلتقيكم في هذه الليلة الرمضانية المباركة من أول ليالي القدر ونقول لكم تقبل الله أعمالكم ونلتقي مع سماحة الشيخ ياسر الحبيب حفظه الله ليلقي علينا ورقة بحث بعدها إن شاء الله نتقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على ورقة البحث التي سوف يطرحها سماحة الشيخ مساك الله بالخير سماحة الشيخ مساكم الله بالخيرات عظم الله أجورنا وأجوركم أجرنا وأجرك تفضل سماحة الشيخ تلغي بورقة البحث إن شاء الله أحسنت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المظلومين ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين صلى الله على روحك وبدنك ولعن الله قاتليك لعنا مترادفا متواليا أبدا نتقدم إلى ساحة القداسة إلى مولانا وسيدنا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف بأصدق التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه فإنه في هذه الليلة أولى ليالي القدر أولى الليالي التي تتحرى فيها ليلة القدر وقع على شهيد المحراب أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقع ذلك الاعتداء الآثم من ذلك المارق الشقي أشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله عليه حيث سل سيفه وضرب رأس أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو في حال السجود في هذه الليلة إذ نستذكر هذا المصاب هذا المصاب الذي أصيب به أهل السماء قبل أن يصاب به أهل الأرض لقد ضج أهل السماء وملائكة الله في هذه الليلة أن تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى قتل علينا المرتضى صلوات الله وسلامه عليه في هذه الليلة حري بهذه الأمة أن تقف مع نفسها وقفة مراجعة للذات مراجعة للمعتقد مراجعة للفكر مراجعة للموقف من أمير المؤمنين صلوات الله عليه ومناوئيه وشانئيه ومبغضيه والخارجين عليه علي هذا هو المظلوم الذي لم تعرف الأمة بعد قدره علي هذا هو المجحود حقه علي هذا هو الذي خانته هذه الأمة وارتدت عنه وعن ولايته وهي إلى اليوم تصر على أن تستنزل على نفسها اللعنة بإعراضها عن الاعتراف والإيمان بإمامة أمير المؤمنين الوصي الشرعي الخليفة الشرعي لرسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله كل مسلم وكل مسلمة اليوم بحاجة إلى أن يقف هذه الوقفة مع ذات ويسأل نفسه ما موقفي من علي وما موقفي كذلك من مبغضي علي والمحاربين لعلي صلوات الله وسلامه عليه إنها لردة نقولها بملء الفم الأمة التي أعرضت عن ولاية أمير المؤمنين والاعتراف به خليفة شرعيا بعد النبي بلا فصل والإقراء بأنه إمام معصوم مفترضة طاعته على الخلائق بنص من الله ورسوله صلى الله عليه وآله هذه الأمة أوقعت نفسها في ردة لقد بوئع هذا الخليفة الشرعي في يوم الغدير وطالب رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسلم أن يسلم إليه مقاليد الأمور وأن يبايعه على هذا الأساس على أن يسلم نفسه إليه كان ذلك أمرا واضحا من النبي صلى الله عليه وآله حين قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي مولاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله حين يقول النبي مخاطبا إياك أنا أولى بك من نفسك ثم يعطف على ذلك قوله إن علي في نفس مقامي فمن كنت أنا مولاه فهذا علي كذلك مولاه فضعه في مقامي فهو أولى بك من نفسك معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله يدعوك لأن تسلم نفسك بعلي هو أولى بنفسك هذه التي تملكها أنت هو يملكها بالأولوية معنى ذلك أن كل مقاليد الأمور كل أزمة الأمور دينا ودنيا تسلم بيد علي قائدنا وأميرنا وشفيعنا الذي جهل حقه إلى اليوم لم تعرف الأمة إلى اليوم من يكون علي علينا الذي كان يشكو يشكو بعد رسول الله الأمة ارتدت عنه ظل وحيدا غريبا إنا لله وإنا عليه راجعون صلى الله عليك يا أمير المؤمنين هذه ليلة مهم أن نقف مع أنفسنا هذه الوقفة لنلتفت إلى علي لنرجع إلى ولاية علي صلوات الله عليه حتى نضمن لأنفسنا الجنة إن شاء الله تعالى نضمن لأنفسنا العزة والكرامة أمتنا لم تنحدر إلى هذا المنحدر اليوم ولم تتأخر عن ركب الأمم إلا لأنها أعرضت عن علي فاستحقت دعاء النبي عليها حين قال واخذل من خذله خذلت هذه الأمة عليا فلذلك هي مخذولة انظروا اليوم إلى هذه الأبواق الإعلامية المخالفة لعلي التي تحاول إبعاد الناس عن معرفة علي صلوات الله عليه معرفته كإمام معصوم خليفة لله حجة لله ولي لله تعالى علينا تريد أن تحجم عليا وتصوره بصورة رجل من صلحاء المسلمين لا أكثر ولا أقل شأنه شأن من تقدم فهو على هذا الأساس خليفة رابع وأنما يزعمه الشيعة من أن الواجب الدين على كل مسلم ومسلم أن يعتقد بهذا الإمام المعصوم يعتقد بإمامته بعد النبي صلى الله عليه وآله أنه إمام الدين والدنيا هو وأحد عشر من ولده المعصومين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين يريدون أن يقولوا للناس هذا اعتقاد مبتدع هذا اعتقاد زائف ليس اعتقادا أصيلا ما بهذا جاء جاء الإسلام هذه مؤامرة عليكم أيها الناس الحق الحق أن علي هو الإمام هو هو الحجة هو المعصوم وإمامة من غيره ممن تقدمه إمامة باطلة غير شرعية الحديث الحديث في هذا يطول لكن ارتأينا في هذه الليلة وإن شاء الله إن أبقان الله تعالى الليالي القادمة أن ندافع عن ولاية علي صلوات الله عليه وأن ندافع عن حقه حقه المسلوب في هذه الليلة نتطرق إلى جزئية أو مفردة واحدة فقط تمثل ردا على ما تشيعه بعض هذه الأبواق الناصبية الخبيثة إحدى هذه القنوات الفضائية التي يديرها صعلوك من الصعاليك موجود في لندن هذه القناء التي بدأت وانطلقت وما زالت تمول بدولارات الطغمة الحاكمة في الجزيرة المحمدية تمول بالنفط الذي سرقته هذه الطغمة من الموارد التي هي بالأصل الشيعة في المنطقة الشرقية ووظفت ذلك النفط لتغذية أمثال هذه القنوات التي تقوم بدور خبيث في مسج الحق بالباطل وإبعاد الناس عن ولاية أهل البيت عليهم السلام والبراءة من أعدائهم عليهم الله هناك جدل أثارته هذه القناة الخابطة التهريجية في هذه الأيام الأخيرة حول هذا الموضوع أنه أنتم الشيعة تقولون بأن إمامة علي أصل من أصول الدين وأن من لا يؤمن بذلك لا يكون مسلما أو مؤمنا حقا فعلى هذا يكون الذين خرجوا على علي أو حاربوه في الجمل وصفين والنهروان أولى بأن يقال عنهم أنهم مرتدون بأنهم أنكروا هذا الأصل من أصول الدين ونحن لا نجد في كلمات علي في نهج البلاغ أنه وصف محاربيه في الجمل وصفين والنهروان وصفهم بالمرتدين ولم يحاربهم على هذا الأساس فلو كان لكلامكم صحة لكان ينبغي أن نجد دليلا فيه أن علي عليه السلام يحكم بارتداد من حاربه على الأقل فضلا عمن تقدم عليه فضلا عمن خالفه ولم يذعن بأحقيته وإمامته يقولون نحن قلبنا نهج البلاغة فلم نجد فيه شيئا من هذا القبيل وهذه القنوات كما تعلمون تستحضر من يدعى أنه يمثل الجانب الشيعي وما هو بممثل حقا للجانب الشيعي مجموعة من المنحرفين يستحضرونهم لكي يمثلوا الجانب الشيعي أو مجموعة ممن لا علم لهم ولا معرفة ولا الطلاع ولا خبرة في مثل هذه المناظرات وفي مثل هذه المسائل حتى يظهرون التشيع ضعيفا لا يتيحون المجال مثلا للعلماء الحقيقيين ولا يعطونهم الحرية في الكلام هذا ما كان يلجئنا إلى أن نؤسس قناة أخرى ونتحمل الصعاب في هذا الجانب ونقترض ونستذبح أنفسنا من أجل أن يخرج هذا الصوت لأن المشكلة أن الطرف المعادي يملك من القنوات والوسائل الكثير وما من حيادية ولا إنصاف فلا يصل صوتك لا يصل صوتك الرافضي الحقيقي وتجدهم على مدى أيام الآن يدندنون حول هذه النقطة ويصرخون ويضجون أين حكم علي بارتداد الصحابة على تعبيرهم أين وصف الصحابة على تعبيرهم بالارتداد إنه لم يصف حتى محاربيه بالارتداد أين هو هذا وجعلوا المحتكم إليه حصرا نهج البلاء هذه في بادئ قولنا نقول هذه بحد ذاته بحد ذاتها ليست منهجية علمية أن تقول إني أطالبك حصرا من نهج البلاغ بأن تأتي بدليل على أن علي قال عن محاربيه ومخالفيه ومجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بأنهم مرتدون ارتدوا كما تقولون أنتم يقولون لا تأتي لنا بالكافي الشريف مثلا الكافي نعم فيه روايات أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ارتدوا جميعا إلا ثلاثة ولا يكمل طبعا بقية الروايات التي تبين أنه نعم إلا ثلاثة وثم رجع الناس بعد بعد ذلك رجعوا شيئا فشيئا وبدأ بعضهم يراجع نفسه ويتوب إلى الله تعالى ويتذكر بيعة الغدير ويرجع ويباي وعليا صلوات الله وسلامه وعليه حتى صاروا فئة من مجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله عرفوا بالشيعة منذ ذلك التاريخ وعلي من هناك انطلق وأسس منظمته شرطة الخميس التي قامت بدور عظيم لكي ترجع الناس جميعا وسائر أقوام المسلمين ترجعهم إلى ولاية علي صلوات الله عليه حتى أعيدت إليه السلطة بعد الثورة الإسلامية على الطاغ عثم علىية حال إن حصر أو المطالبة بالدليل فقط من نهج البلاغة هذا يشبه أن نلزمكم بأمر ما تقولون به ونحصر المطالبة بالدليل عليه من صحيح البخاري فقط فلا يكون ذلك الأمر الذي تقولون به من صحيح البخاري حصرا وإنما تلقيتموه أنتم من مصادر أخرى من طرق أخرى وترون صحتها وتلتزمون بها ونحن نقول ما دمتم لم تأتوا بهذا من صحيح البخاري فإذن أنتم مهزومون ونحن المنتصرون هذه مغالطة هذه مغالطة هذا ليس منهجا علميا مع هذا نقول إن المشكلة هي في عدم الاطلاع وعدم المعرفة وأن الطرف الذي يفترض أنه يمثل الطرف الشيعي فضلا عن انحرافه فهو جاهل لذلك تجدونهم داخل في أنهم كيف يستخرجون من نهج البلاغة ما يريده هذا الخصم والحال أنه موجود في نهج البلاغة ولكن على النحو الذي سأبينه لماذا جعل الخصم الاحتكام لنهج البلاغة ما هو مبرره لذلك لا علاقة لنا بداعيه لذلك داعيه أنه قلب نهج البلاغة فلم يجد فيه وصفا من علي لخصومه ولأصحاب رسول الله أو للصحابة على تعبيرهم بأنهم مرتدون فرأى نفسه أنه في موقف قوي وعلى أرض صلبة ولذلك يريد أن يناجز الشيع بهذا الكلام ولكنه لا يدعي ذلك لا يدعي أن هذا هو داعيه وإنما يدعي هذا المبرر يقول نهج البلاغة متفق عليه نهج البلاغة كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام وأنتم تلتزمون بأنه كلامه كما أنه نحن من طرفنا نسلم لكم بأن هذا كلام علي ولذا يستخرجون نصوصا من نهج البلاغة ظاهرها على فهمهم السقيم أنها تمدح أبا بكر وعمر وعثمان ويقولون أنظروا ماذا يقول علي وهذا إن شاء الله نتطرق له في المستقبل ونرده بحول الله تبارك وتعالى الشاهد هو هذا أنه لماذا جعل نهج البلاغة حكما قالوا لأننا نطمئن إلى أن هذا كلام علي عليه الصلاة والسلام فنحن نريد أن نقف على هذا ألا أن نستند إلى هذا الأمر نقول هنا ملاحظة أولية أن نهج البلاغة بالأصل ما هو هو مختاره الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه مما فيه بلاغة وفصاحة الشريف الرضي اختار ما وجد فيه بلاغة وفصاحة من كلام أمير المؤمنين فضمنها في هذا الكتاب وسماه نهج البلاغ لم يدعي الشريف الرضي أنه جمع كل كلام أمير المؤمنين عليه السلام هذا الأمر الأول الأمر الثاني الشريف الرضي في مقدمة أو ديباجة كتابه نهج البلاغة أشار إلى أنه ربما أخذ من الكلام الواحد لأمير المؤمنين عليه السلام فقرات وأهمل فقرات أخرى لأن غايته كانت إنما هي الإيقاف القارئ على ما فيه بلاغة من أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن هذا الكتاب كتابا عقائديا احتجاجيا مثلا لم يكن كتابا كلاميا إنما كان كتاب بلاغة فقط نهج البلاغة كتاب أدبي فمع ملاحظة هذين الأمرين نعرف بأنه في داخل نهج البلاغة هناك هناك نصوص اقتطعت من نصوص علينا أن نرجع إلى أصولها نلاحظ من أين أخذ الشريف الرضي هذه الخطب وهذه الحكم وهذه الكتب والرسائل التي هي من كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لاحظوا أولا ماذا يقول الشريف الرضي في مقدمة كتابه يقول وسألوني عند ذلك أن أبدأ بتأليف كتاب يحتوي على مختار كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام مختار يقول هذا الذي أختاره من كلام أمير المؤمنين في جميع فنونه ومتشعبات غصونه من خطب وكتب ومواعظ وأدب علما أن ذلك يتضمن من عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية وثواقب الكلمة الدينية والدنيوية ما لا يوجد مجتمعا في كلام فإذن الغاية هي ماذا الإشارة إلى البلاغة ولا يقول أنه أنا جئت بكل كلام أمير المؤمنين بل حتى المقطع أو النص الكامل مثلا خطبة كاملة أنا أنتقي منها ما أجد فيه بلاغة وهو في محل هذا الموضوع وإنما وأعزل الباقي أترك الباقي رسالة مثلا من رسال أمير المؤمنين عليه السلام أخرج منها شيئا وأدعو شيئا آخر وهذا للعلم يعرفه كل دارس وباحث في نهج البلاغة حتى من طائفة أهل الخلاف يعني مثلا محمد عبدو الذي هو شرح نهج البلاغة يذكر هذا الشيء ويعرفه كل من بحث في نهج البلاغة وتصفحه أساسا هو الشريف الرضي في عادة يكتب هكذا يقول ومن كلام له عليه السلام ومن خطبة له عليه السلام ومن كتاب كتبه عليه السلام من تبعيض يعني هذا بعض ما جاء في كلامه ولهذا يقول وربما جاء فيما أختاره من ذلك فصول متسقة ومحاسن كلم غير منتظمة لأني أورد النكة واللمع ولا أقصد التتالي والنسق بالفعل تجد أحيانا خطب لأمير المؤمنين عليه السلام لا تتجانس لماذا لأنه أكو فقرات محذوفة هذا نبه عليه الشريف الرضي في مقدمة كتابي ولذلك أيضا يذكر أنه ربما تجدون بعض التكرار وأنه أحيانا أنا أغفل وأسهو مثل قوله وربما بعد العهد أيضا بمختير أولا فأعيد بعضه سهوا ونسيانا لا قصدا أو اعتمادا ولا أدعي مع ذلك أنني أحيط بأقطار جميع كلامه عليه السلام حتى لا يشذ عني منه شاذ ولا يند ناد فإذا كلام الشريف الرضي هنا واضح وكما بينا أنه إنما قصد إخراج بعض كلام أمير المؤمنين صلى الله عليه لا كله الآن هذه مقدمة مهمة جدا لفهم نهج البلاغة طيب شاهدنا أين ذكر علي عليه السلام أن محاربيه مرتدون الجواب الجواب تفتح نهج البلاغة الكتاب السادس من فصل الكتب من كتب أمير المؤمنين عليه السلام يقول أمير المؤمنين عفوا الشريف الرضي عنون الكتاب هذا هكذا يقول ومن لاحظ ومن ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية يقول هذا شيء من كتابه صلوات الله عليه الذي كتبه لمعاوية عليه اللعنة ماذا قال قال إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه وسموه إماما كان ذلك لله رضا فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبا قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى ولعمري يا معاوية لإن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان ولتعلمن أني كنت في عزلة عنه إلا أن تتجنى فتجن ما بدى لك والسلام قد قد يقول قائل أين هنا ذكر أن الصحابة على تعبيرهم ممن قاتلوه أو خرجوا عليه أو تخلفوا عنه أنهم مرتدون الجواب علينا أن نعثر على أصل هذا الكتاب الذي أخرجه الشريف الرضي لأنها هنا فقرات لم يخرجها الشريف الرضي ضمن هذا الكتاب هنا فقرات تركها الشريف الرضي لماذا تركها لما بيناه في المقدمة من كلامه نفسه طيب إذا بحثنا نجد أن أصل هذا الكلام أصل هذا الكتاب الذي أرسله أمير المؤمنين عليه السلام إلى معاوية موجود في كتاب آخر قديم هو كتاب تاريخي لواحد من أكابر المؤرخين الذين عرفوا بتوثيق موقعة الجمل وموقعة صفين وموقعة النهروان وهو نصر بن مزاحم هذا رجل مؤرخ متقدم على الشريف الرضي رجل أخرج رواياته التاريخية حتى أمثال الطبر لماذا لأنه قديم هذا الكلام الذي ذكره الشريف الرضي عن أمير المؤمنين عليه السلام هذا الكتاب الذي أرسله أمير المؤمنين عليه السلام لمعاوية مأخوذ من ذلك المصدر من نصر بن مزاحم في كتابه وقعة صفين مشهور معروف هذا الكتاب هناك نجد نص كلام أمير المؤمنين كله لا فقرتين منه فقط كما فعل الشريف الرضي لاحظوا نصر بن مزاحم كان من مؤرخي وعلماء القرن الثاني في حين أن الشريف الرضي كان من علماء القرن الرابع توفي الشريف الرضي سنة أربعمائة وستة في حين توفي نصر بن مزاحم سنة مائتين واثني عشر فانظروا من أين أخذ الشريف الرضي هذا الكلام إنما أخذه من كلام من كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم هناك نفتح في وقعة صفين الصفحة تسعة وعشرين على حسب الطبعة الموجودة حاليا وهي طبعة نصرية أيضا نجد الرواية هكذا عن نصر عن عمر بن سعد طبعا هذا عمر بن سعد مو عمر بن سعد بن أبي وقاص لعنة الله عليهم لا لا واحد آخر متأخر عن عمر بن سعد عن نمير بن وعله هذا العمهم روى عنه الطبري عن عامر الشعبي هذا أحد أعلام أهل الخلاف وكان ناصبا للعلم أيضا كان من المنحرفين عن علي صلوات الله عن عامر الشعبي أن علي عليه السلام حين قدم من البصرة نزع جريرا عنها مدان جرير كان أحد الولاة في زمان عثمان واستمر إلى أواء العهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه هذا كان يتولى همدان والي على همدان أمير المؤمنين عزله عن هناك فجاء حتى نزل الكوفة فأراد أن يبعث إلى معاوية رسولا أراد أمير المؤمنين بعد ما انتهى من معركة الجمل يبعث رسول لمعاوية حتى يتم عليه الحج ويدعوه للبيع فأراد أن يبعث إلى معاوية رسولا فقال له جرير ابعثني إليه فأدعوه على أن يسلم لك هذا الأمر ويكون أميرا من أمرائك وأدعو أهل الشام إلى طاعتك وجلهم قومي وأهل بلادي وقد رجوت أن لا يعصوني فقال له الأشتر لا تبعثه ودعه ولا تصدقه فوالله إني لأظن هواه هواهم ونيته نيتهم فقال له علي عليه السلام دعه حتى ننظر ما يرجع به إلينا شوفوا هاي مقدمة لماذا كتب أمير المؤمنين عليه السلام هذا الكتاب حتى تعطينا صورة أنه أجواء هذا الكتاب ماذا فبعثه علي وقال له حين أراد أن يبعثه إن حولي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من أهل الدين والرأي من قد رأيت وقد اخترتك عليهم لقول رسول الله صلى الله عليه وآله فيك من خير ذي يمن ائت معاوية بكتابي فإن دخل فيما دخل فيه المسلمون وإلا فانبذ إليه وأعلمه أني لا أرضى به أميرا وأن العامة لا ترضى به خليفة فانطلق جرير حتى أتى الشام ونزل بمعاوية فدخل عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد يا معاوية فإنه قد اجتمع لابن عمك يعني أمير المؤمنين عليه السلام أهل الحرمين وأهل المصرين وأهل الحجاز وأهل اليمن وأهل مصر وأهل العروض اللي هم عمان وأهل البحرين واليمامة فلم يبق إلا أهل هذه الحصون يعني دمشق التي أنت فيها ولو سال عليها سيل من أوديته غرقها وقد أتيتك أدعوك إلى ما يرشدك ويهديك من مبايعة هذا الرجل ودفع إليه كتاب علي بن أبي طالب عليهما السلام الآن هذا الكتاب هو الذي أخرجه الشريف الرضي ولكن هنا نجد نص الكتاب كاملا الكتاب هكذا بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام لأنه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بويعوا عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغاية أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار إذا اجتمعوا على رجل فسموه إماما كان ذلك لله رضا فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبا قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا إلى هنا أخرج الشريف الرضي ولكن هنا الفقر التي حذفت شوفوا وولاه الله ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا وإن طلحة والزبير هنا دقق وإن طلحة والزبير با يعاني ثم نقضى بيعتي فكان نقضهما كردتهما بشر العدو أن علي يحكم بردة طلحة والزبير وهما من العشرة المبشرة عندكم يقول بنص العبارة وإن طلحة والزبير با يعاني ثم نقضى بيعتي فكان نقضهما كردتهما فجاهدتهما على ذلك على ردتهما التي تمثلت بنقض البيعة فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون فادخل فيما دخل فيه المسلمون فإن أحب الأمور إلي فيك العافية إلا أن تتعرض للبلاء فإن تعرضت له قاتلتك واستعنت بالله عليك وقد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فيما دخل فيه الناس وحاكم القوم إلي أحملك وإياهم على كتاب الله فأما تلك التي تريدها فهي خدعة الصبي عن اللبن هذا اللي تقول أولا تعال إنت اقتص من قتلت عثمان ثم بعد ذلك أبايعك هذه خدعة الصبي عن اللبن شلون تشبيه بليغ من أمير المؤمنين عليه السلام أنه الصبي الذي يراد به أن يفطم يأتون إليه هكذا ب لبن بثدي المرأة حتى إذا فتح فاهو وضعوا فيه شيئا من الطعام حتى يعتاد على الطعام هذا يسمى خدعة الصبي عن اللبن فأنت تريد شيئا آخر تريد أن تخدعنا تريد شيئا آخر فأما تلك التي تريدها فهي خدعة الصبي عن اللبن هذا المقطع الذي تركه الشريف الرضي بعد ذلك أخرج الشريف الرضي كذلك في هذا الكتاب شوفوا هنا بعد ما قال وولاه الله ما تولى قال ولا عمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك هنا نجد أيضا نفس النص بعد هذه الفقرة المحذوفة قال ولا عمري لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ قريش من دم عثمان واعلم أنك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة ولا تعرض فيهم الشورى وقد أرسلت إليك وإلى من قبلك جرير بن عبد الله وهو من أهل الإيمان والهجرة فبايع ولا قوة إلا بالله إذن هذا الكتاب ينص فيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه على أن طلحة والزبير مرتدان مرتدان ويشبههما بالمنافقين الكافرين الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر أين حين يستخدم هذه الآية الكريمة ويتمثل بها حتى يقول فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون هذه الآية نزلت في من؟ في المنافقين اقرأوا سورة التوبة اقرأوا سياق الآيات حتى تعرفوا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون هذه العبارة الأخيرة من هذه الآية الكريمة استخدمها علي عليه السلام وطبقها على طلحة والزبير بعد أن حكم بردتهما وهي إشارة صريحة أيضا منه إلى أنهما منافقان كفر بصريحة العبارة فإذن عندنا الأمور على هذا الترتيب نهج البلاغة لا يحتوي حتى في الفصل الواحد على كل كلام أمير المؤمنين عليه السلام بالضرورة وإنما هناك محذوف رجعنا إلى الأصول فوجدنا أصل هذا الكتاب مرويا عند نصر بن مزاحم وهو متقدم على الشريف الرضي بنحو مئتي عام وقد أخرج الكتاب كاملا وهناك نجد فقرة محذوفة فيها حكم علي صلوات الله عليه على طلحة والزبير بالرد حتى نستيقن أكثر حتى نستيقن أكثر لأنه قد يقول قائل لا نأخذ برواية نصر بن مزاحم هذا كان فيه هوى شيعي مثلا نأتي بمصدر آخر هو لأحد من كبار أعلام أهل الخلاف وأئمتهم وهو ابن قتيبة في كتابه المعروف بالإمامة والسياسة أو تاريخ الخلفاء هنا مكتوبهم على المغلف الإمام الفقيه أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المولود سنة مائتين وثلاثة عشر والمتوفى سنة مائتين وستة وسبعين إذن هذا الرجل من علماء القرن الثالث وهو أيضا متقدم على الشريف الرضي ومع هذا نجد أن هذا الرجل من طرقهم هم أخرج هذا الكتاب بعينه بألفاظه كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى معاوية الذي أرسله مع جرير بن عبد الله البجلي ونجد فيه هذه الفقرة بحمد الله تعالى غير محذوفة لاحظ قال في الصفحة مائة وثلاثة عشر من كتابه حسب الطبعة التي بين يدينا هذه ما مكتوبهم تحقيق الأستاذ علي الشيري ماجستير في التاريخ الإسلامي علي الشيري عفوا زين قال وذكروا أن علي كتب إلى معاوية مع جرير أما بعد فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام لأنه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوا فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإذا اجتمعوا على رجل فسموه إماما كان ذلك لله رضا فإن خرج منهم خارج ردوه إلى ما خرج منه فإن أبا قاتلوه على اتباع غير سبيل المؤمنين وأولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا وإن طلحة والزبير بايعاني بالمدينة ثم نقضى بيعتهما فكان نقضهما كردتهما مرتدان فجاهدتهما بعدما أعذرت إليهما حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون فادخل فيما دخل فيه المسلمون فإن أحب أمورك إلي العافية فإن تتعرض للبلاء قاتلتك إلى آخر الكتاب بأكمله فإذا لاحظوا هنا نصر بن مزاحم أخرج الكتاب كاملا ابن قتيبة أخرج الكتاب كاملا وهو من أعلام أهل الخلاف جاء بعدهما الشريف الرضي صاحب جامع نهج البلاغة وأخرج شيئا من هذا الكتاب كعادته في كثير من الكتب في كثير من خطب أمير المؤمنين عليه السلام وهو يقول من ونبه على ذلك في مقدمة كتابه وديباجته يقول هذا الذي أنا أخرجته وأرى فيه شيئا من البلاغة والفصاحة فلذلك أنا أخرجه لأنه آية في الفصاحة والبلاغة فأهمل الباقي أترك الباقي فلذا أخرج هذا ولكن نحن المهم عندنا أن نطمئن أن هذا كلام علي أم لا حتى نزداد اطمئنانا فوق اطمئنان لأنه إلى الآن إحنا مطمئنين القضية واضحة أنتم لماذا جعلتم المحتكم إلي نهج البلاغة بدعوة أنه هذا مطمئن صدوره عن أمير المؤمنين صلى الله عليه فهذه الخطبة أو هذا الكتاب لما نرجع إلى أصلها نجد فيها فقرة أن طلحة والزبير مرتدة ولا يسعنا أن نكذب بصدور ذلك عن أمير المؤمنين إذا ما اتفقنا على أن نهج البلاغة هو لأمير المؤمنين عليه السلام لماذا؟ لأنه نعرف بأن الشريف الرضي إن من تقى من ذلك الأصل فكيف لا يكون الأصل ثابتا حتى نزداد اطمئنانا فوق اطمئنان نأتي بشارح نهج البلاغة وهو ابن أبي الحديد المعتزلي صاحب كتاب شرح نهج البلاغة هذا جاء بعد الشريف الرضي ونبه حينما وصل إلى هذا الكتاب على أن فيه فقرات محذوفة وذكرها شارح نهج البلاغة هو عز الدين أبي حامد عبد الحميد ابن هبة الله المدائني الشهير بابن أبي الحديد المعتزلي هذا توفي سنة ستمائة وستة وخمسين أي أنه من علماء القرن السابع حينما يصل إلى هذا الكتاب في شرحه يقول قد تقدم ذكر هذا الكلام في أثناء اقتصاص مراسلة أمير المؤمنين عليه السلام معاوية بجرير بن عبد الله البجلي وقد ذكره أرباب السيرة كلهم لاحظ يقول كل أرباب السيرة ذكروا هذا الكتاب وأورده شيوخنا المتكلمون في كتبهم احتجاجا على صحة الاختيار وكونه طريقا إلى الإمامة هذا الكلام إلى آخرية هذا كلام على حسب نظرية المعتزلة إلى أن يمضي فيقول والمروي بعد قوله والله الله بعد ما تولى إلى هنا وقف الشريف الرضي يقول المروي بعد ذلك وأصلاه جهنم وساءت مصيرا وإن طلحة والزبير بايعاني ثم نقضى بيعتي فكان نقضهما كردتهما فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون إلى آخر الكلام ويقول وبعده واعلم أنك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة ولا تعترض بهم الشورى وقد أرسلت إليك جرير بن عبد الله البجلي وهو من أهل الإيمان والهجرة فبايع ولا قوة إلا بالله فإذا لاحظوا هنا أن من جاء أيضا بعد الشريف الرضي بنحو 200-300 عام جاء هذا الرجل أيضا حينما شرح هذا الكتاب الذي أخرجه الشريف الرضي نبه على أن هناك أمرا محذوفا وأرجع الأمر برمته أي الكتاب كله إلى إخراج واتفاق أرباب السير على إخراجه وذكر المقطع المحذوف إذن من كان قبل الشريف الرضي وجدنا فيه وجدنا النص كاملا من جاء بعد الشريف الرضي أيضا وجدنا عنده النص كاملا الشريف الرضي مجرد جاء بالوسط لأن كتابه في مجال البلاغة والفصاحة فإنه انتقى من تلك الكتب والخطب والرسائل شيئا ما وأهمل الباقي إذن بعد ملاحظة كل هذا لا يمكننا إلا أن نسلم بأن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قد صدرت منه بالفعل هذه العبارة وأن ما في نهج البلاغة يشير إلى ذاك هذا الكتاب الذي أخرجه الشريف الرضي في نهج البلاغة حيث أنه يشير إلى الالتزام بأنه قد صدر من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فحين نرجع إلى أصله فإنا نجد تلك العبارة وهي كافية في إلزام الخصم المشكلة هي في الجهل عدم الاطلاع عدم المعرفة يقولون أين في كلام علي أنه قد اتهم الصحابة على تعبيرهم بالردة لأنهم نقضوا بيعته وأين ذلك في نهج البلاغة ولا يدرون أنه موجود في كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ويمكننا حتى أن نعبر هكذا أنه موجود في نهج البلاغة لكن أين في أصول نهج البلاغة تعال أنت روح شوف من أين جاء نهج البلاغة تتبع انظر كل خطبة كل حكمة كل رسالة كل كتاب أخرجه الشريف الرضي في هذا الكتاب عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام شوف من أين أخذه الأصول موجودة أخرج تلك الأصول وانظر فيها فليتلقف المتلقفون هذا الكلام منا وليصفعوا به جباه هؤلاء تريدون الدليل على أن علي عليه السلام يرى ويحكم على من نقض بيعته بأنه مرتد نعم هاكم الدليل خذوه ولا يسعك أن تنكره ما دمت قد سلمت بأن نهج البلاغة هو لعلي عليه الصلاة والسلام وطالبتنا بذلك أنه المهم من كلام أمير المؤمنين ولماذا قلت نهج البلاغة؟ لأنه تقول نهج البلاغة اتفقنا عليه طيب أصل أصول نهج البلاغة هي هذه فخذها واصفع بها أولئك الذين يحاولون إبعاد الأمة عن علي صلوات الله وسلامه عليه هنا قد تسأل سؤالا تقول يا شيخ هو هذا الكلام يقول إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان ومعنى ذلك أنه يصحح بيعتهم ويستدل بها هذا أمر أجبنا عنه أكثر من مرة ولو تأمل المتأمل في بداية كتاب أمير المؤمنين عليه السلام لزالت عنه هذه الشبهة انظروا ماذا يقول أمير المؤمنين يقول بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان هذا كلام أخرجه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على سبيل الإلزام للخاصم وهو من شأن البلاغة من شأن البلاغة في الحجاج أنك تلزم الخصم بما يعتقد فلا تجعل له مفر معاوية كان يتحجج بأنه بيعتك يا علي ليست شرعية وأنا لا أؤمن بها ومعاوية بكري يعتقد بما يسمونه بيعة أهل الحل والعقد فأمير المؤمنين يحتج عليه بما هو يعتقد على سبيل الإلزام للخاصم فيقول بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام لأنه بايعني أبو بكر لأنه بايعني القوم نفسهم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان كيف أقررت أنت ببيعة هؤلاء ولم تكن بالضرورة حاضرها ولم تكن شاهدها أنت من الطلقاء فما دمت سلمت بتلك البيعات ولم تتحجج بأنك لم تحضر أو أنت وقومك بالشام لم تحضروا فعليك بأن تسلم أيضا ببيعتي لأنها جرت على هذا النحو وهو الحق بالفعل وقلنا ونبهنا مرارا أن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام هذه بعد مقتل الطاغية عثمان كانت من عوام من ناس لم تكن بيعة على أنه إمام مفترض طاعته وإنما بايعوه على ما بايعوا المتقدمين أبي بكر وعمر وعثمان قبله كخليفة يعني خليفة رابع هكذا وهذا هو السر في أن علي عليه السلام في البداية رفض هذه البيعة إلى أن وجد أن الأمور تضطرب إن لم يقبل فقبل بها كارها كارها لماذا؟ لأنه إنما أراد الأمة أن تعي أنه إمام معصوم مفترضة طاعته فيرجع إليه على هذا الأساس ما بايعوه على هذا الأساس؟ الخواص فقط بايعوه على هذا الأساس ثم إن أمير المؤمنين مع أنه يخرج هذا الكلام مخرج الإلزام للخصم على سبيل الإلزام إلا أنه كذلك في عباراته لا يعد الحق يعني ينتق العبارات لأنه بليغ هو سيد البلغاء ينتق العبارة التي تتفق حتى مع العقيدة الحقة لأنه ماذا يقول؟ يقول وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار إذا اجتمعوا على رجل فسموه إماما كان ذلك لله رضا لابد المهاجرين والأنصار يجتمعون إجمع المهاجرين والأنصار ولا شك أن من المهاجرين والأنصار الشيعة ولا شك أن من المهاجرين بل سادتهم أعلام أهل البيت صلوات الله عليهم فلا يمكن أن يتحقق هذا الإجماع بالصورة التي يذكرها أمير المؤمنين عليه السلام إلا وأن يدخل فيه الشيعة كعمار بن ياسر مثلا كسلمان كالمقداد ومن أشبه وكذلك أهل البيت صلوات الله عليهم وهو منهم وهذا الذي نسميه نحن بالإجماع الدخولي في علم الأصول هذا الإجماع الدخولي لا شك أنه حج لأنه يدخل فيه المعصوم فبالفعل كلام أمير المؤمنين صحيح أنه إذا اجتمعوا هؤلاء على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا وإنهم إذا اجتمعوا وكان فيهم الإمام المعصوم فلا شك أنه لن يتحقق الإجماع إلا بأن ترجع الأمور للإمام المعصوم وإلا إذا ما كانت السلطة قد سلمت للإمام المعصوم فإذن لا يتحقق الإجماع يعتزل الإمام المعصوم ويعتزل شيعته فلا يتحقق الإجماع فلاحظتم؟ فإذن على كلا الفرضين كلام أمير المؤمنين عليه السلام لا يصحح شرعية خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وإنما على العكس من ذلك يسلب منها الشرعية مع أن الكلام أخرجه الأمير عليه السلام مخرج الإلزام للخصم أسلوب الحجاج الإلزامي على يتحال هذا بحث أجنبي عن كلامنا المهم في ورقتنا البحثية هذه الليلة أننا بحمد الله تعالى أخرجنا دليلا واضحا على أن علي عليه السلام حكم بردة مو فقط الخوارج ومن أشبه وإنما بردة أبي بكر بردة طلحة والزبير الذين يعدان عند القوم من العشرة المبشرة ويقول بصريح العبارة هذان مرتدان فكان نقضهما لبيعة ردتهما فكان نقضهما كردتهما فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ولكن هنا علينا أيضا أن نتنبه إلى مسألة الردة لها مراتب كما أن الإيمان له مراتب الكفر له مراتب فردة الذي ينكر النبوة تختلف عن ردة الذي ينكر الإيمانة يمكن لنا أن نعبر هكذا أن الردة حقيقة مشككة كما نعبر بالتعبير العلمي لها مراتب فالذي يتوقف عند إنكار الإمامة يعصم دمه إلا أن يرفع السيف فيجاهد وهذا بحث فقهي مفصل إنما أشير إليه إشارة عابرة هكذا ردا على من قد يتوهم أنه إن كانوا مرتدين فلماذا لم يحاربهم أمير المؤمنين عليه السلام منذ البداية لماذا انتظر إلى أن خرجوا عليه على يتحال هذا أيضا تفصيل فيه كلام كثير إنما شاهدنا هذه الليلة هو أن أمير المؤمنين عليه السلام بالفعل حكم بردة أمثال هؤلاء فاليوم على الأمة أن تبتعد عن هذه الردة وأن تعود إلى ولاية علي صلوات الله عليه وهي ولاية الحق والعودة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وبذا تضمن الجنة الجنة مع علي فقط أحسنت سماحت الشيخ طيب الله أنفاسكم ومنكم للمناظرين في هذه القناة المشبوهة ليأخذوا هذا الدليل ويضربوا فيه جباه القوم الجهلة نأخذ اتصال من محمد من لهواز السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام عظم الله جورك العفو يا أخي أقدم تعزيئي إليك وإلى الأخ سماحة العلامة الأستاذ الشيخ ياسر الحبيب عزيز الله وأقدم نفسي أولا أني محمد شعاء فاخر وربما خطرت في ذهن سيدي الشيخ عزيز الله أنعم وأكرم أنعم وأكرم أنعم وأكرم ولأول مرة بعد طول عناء حصلت على تردد فضائيته واتصلت بها الحمد لله الحمد لله وبعد طول سؤال ومناشد وعناء وفقنا الله بأن اصطاد هذه اللؤلؤة الثمينة سيدي سماعة الشيخ هناك أكثر من كلمات لا كلمة واحدة من الإمام عليه السلام تشير إلى ردة القوم منها هذه الفقر التي سوف أتلوها على سماعتك وهي قوله سلام الله عليه قول أمير المؤمنين أين الذين زعموا أنهم الراسقون في العلم دوننا أن أعطانا الله أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم أو أدخلنا وأخرجهم بنا يستعطى الهدى ويستجل العمى الأئمة من قراش غرس في هذا البطن من عاشم لا تصدع لا تصدع الإمامة إلا بهم ولا تصدع الولاة إلا منهم أقول قول الإمام سلام الله عليه أن الذين زعموا أنهم أنهم الراسقون في العلم دوننا أن رفعنا الله ووضعهم إذن هم موضوعون في حبيب الشرك وأعطانا وحرمهم أعطاهم الهداية وحرمهم منها ويقول سلام الله عليه أن أدخلنا أدخلنا هذه الدلالة العظيمة الدلالة التي لم يلتفت إلى أحد أن أدخلنا وأخرجهم ثم يسألهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فيقول لهم أنتم استلبتم مننا هذه المسؤولية وهي مسؤولية الراسقين في العلم الراسقون في العلم بهم تجتمع الأمة وبكم تشاردمات وبهم تعرف الأمة وبكم جائلات وبكم تؤمن الأمة وبكم كفرت وخرجت على دينها وبهم مولاي وبهم تؤمن الأمة وقد خرجت من دينها وبهم تكون فرقة واحدة وتفرقت إلى 73 فرقة فأين أنتم أين ذهبتم لتبصروا ما جنته أيديكم وما فعرتموه في دنيا الإسلام وفي أمة الإسلام التي قبل الله عليها بسببكم لعنت الله عليكم أحسنت بارك الله فيك تغبر الله أعمالكم إن شاء الله ولا تنسونا مصالح دعاكم سماحة الشيخة طبعا عرفت الأخ المتصل محمد شعاع فاخر اسمح لي أخي عبدالله اسمح لي أحيي سماحة العلامة الحجة البحاثة الأديب السيد محمد شعاع فاخر حفظه الله وحقيقة هي المرة الأولى التي أسمع فيها هذا الصوت الكريم وهو أشهر من نار على علم ومؤلفاته وكتبه حري بكل باحث أن يطلع عليها لأن عليها رواشح النور والعمق والإنصاف وتتلمس فيها رجلا ملء قلبه الولاء لآل محمد عليه السلام والبراء من أعدائهم عليهم اللعنة فأنا أحيي في هذه الليلة سماحة السيد وأسأل الله تعالى له دوام البقاء والموفقية والنصرة والتأييد إن شاء الله وأسأله أن لا يحرمنا من صالح دعائه إن شاء الله تعالى أحسنت ونحن كذلك نسألك الدعاء في هذه الليلة الفضيلة يا سيدنا أستاذ الباحث الجليل محمد شعاع فاخر بارك الله فيك ونأخذ اتصال من أبو جواد من ألمانيا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعظم الله جور من أجل من أجل من أجل المنصطي لنا مغلولانا أمير المؤمنين سلام عليكم السلام عندي سؤالين لو سمحتم سؤال الأول بالنسبة ل فتنة من قلتون سلام الله وزواجة من عمر وللأسف سألت كثير من علماء علمائنا وقالوا أنه في من نوع الحكي هيدا يعني في ألب الروايات وكذا أولا نعم وثانيا قضية علم الغيب عن أهل البيت صلى الله وعليكم لو سمحتم نعم وبرك الله فيكم وأجركم الله إن شاء الله أحسنت بارك الله فيه والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ناخذ اتصال من أبو علي من لندن السلام عليكم السلام عليكم نبي طالب عليه الصلاة والسلام السلام عليكم أخبه علي حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام عليكم إلى شيخنا العزيز حياك الله أبو علي لو سمحت أخفض على التلفزيون وخليك معي على الهاتف لتلا يطلع صدا صار 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 سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عليكم والله شيخنا سلام عليكم قدم لك أنا من المعجبين جدا في حضرتكم وفي هذا البرنامج الجميل اللي ينصر شيعة نبي نصر الحق على الباطل عليكم السلام لا تذكرني في مسجد رسول الأعظم شفتك وشفت وجهك النوراني هذا أحبيت أفمازح وياكم زاهر المؤمن عبادة قد لك اللهم ألعن السلاس المرح أخبوا بكروا أمروا عثمان المهمس أنا الله إلى عنا من شاء الله اتفضل أنا حبيت حبيت أتكلم بارك الله على ذول الجماعة العوج ما قارن قرآن ذول شنو بسم الله الرحمن الرحيم من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولا عنه يا أخي ولا عنه عايشه لأنته الله الدائمة عليها من حاربة الإمام علي في معركة الجمل وقتلت المؤمنين إن هذول الجماعة شون مسمية ستة الحسن هم شون مسمية هي قدوة مالتهم وهي تقتل المؤمنين وليقتل المؤمن ملعونة لعنة الله عليها أنا حبيت في هذه الليلة ألعن السلاسة اللي باقي والخلاث من الإمام علي عليه الصلاة والسلام يا أخي همات مقارين قرآن بسم الله رحمة الرحيم لعنة الله jciec بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حاجوك من بعدي ما جاءك من العل فقل تعالوا ندعو أبنانا وأبنائكم اللي جاب الحسن و الحسين عليه الصلاة والسلام و لسانا و لساكم اللي جاب سيد النساء العالمين الزهراء و أنفسنا و أنفسكم اللي جاب الإمام علي اللي هو نفسي اللي هو أنا وعلي من شجرة واحدة وباقي الناس من أسجار شدة إذن ذولهم أولي الله تمام لولا يعني إحنا الصلاة أمود الدين إن قبلها تقبلها ما سواها ونرفضها ما سواها يعني اللي قال رسول الله نور عين اللي ما يصلوا يموت في نار جهنم ومبئس المصري بدون حساب كتاب يعني ذول من يقولون سبحانه ربي الأعلى وبحمد الله أكبر الحمد لله أشهدون لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ويشهدون محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد يعني إذا ما يقول وآل محمد تبطر صلاته وإذا تبطر صلاته في نار جهنم إن شاء الله يعني آل محمد هو علي يعني اللي ما يحب علي شون يعني هذا هو في النار لللي هو في الجنة هذا يعني اللي ما يحب علي شنو عمالها كلها مقبولة وإن شاء الله ما تنقبل أعمالهم وإن شاء الله هل امتلأت يا جهنم وتقول هل من مزيد والأعوج إن شاء الله ما يحب الإمام علي في نار جهنم حسنت بارك الله فيك تقبل الله أعمالك أخو علي وأعظم الله جوركم طبعا نشكر الأخو أبو علي على مداخلته ونأخذ اتصال من أبو حسن من الجزائر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أبو حسن أهل الحد لله الله يحييك حياكم أعظم الله جوركم أول 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 أريد أن أعزي نفسي والسائر المؤمنين يذكر في شهاد الخليفة السرعي والإمام السرعي للأمة الإسلامية أحسنت أعظم الله جوركم كنت حدث قصيدة قصيرة بمثبت لجلائك المبارح بمناسبة مصر عدوة أمير المؤمنين عائل علي نعم مش عارفين كان الضغط مناسب تلقيها اليوم والله يعني ما أدري ما أدري يا حسن خليها يوم تاني إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك أبو حسن وتغبى الله عمالكم ونشكركم على اتصالكم عندنا اتصال من الجزيرة المحمدية نعم من الأخ حسن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أول حاجة موجورين على مصاب أمير المؤمنين عليه السلام أظهما لأجرنا واجركم إن شاء الله السؤال الأول بالنسبة لأم حبيبة برجة النبي نعم هذ كيف وضاعة يعني هل هي مؤمنة نعم نبي تعبق الشيخ نعم بالنسبة لأم حمر بن خطاب نعم هو قتل نسمع كثير إن قتل في المسجد ومتوجه للصلاة نعم هل هذا صحيح ولا قتل في بيته نعم نطلب من الشيخ إن ما ينسانا من دعا إن شاء الله تغبل الله عمالكم وأعظم الله جوركم سمعت الشيخ إذا تسجل عندك الأخ حسن من الجزائر إن شاء الله تذكرونه في هذه الليلة ناخذ ناخذ اتصال من عاطف من الجزائر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقبل الأصير والسيام أنا وفي كبير المسجدين تقبل الله عمالكم إن شاء الله أخو أعظم الله جوركم إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سمعت الشيخ المسجد وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله فأنا متكبر من الجزائر بشفاهم إياكم الله أخوان التقطيع من عند الأخ ولا من عند الجهاز أين نعم يا ليلة الأخ عاطفي يتصل مرة أخرى لأن الصوت ما ينسمع ناخذ اتصال من الأخ علي من البصرة السلام عليكم السلام عليكم للمصاب أدل أحرار علينا يلي طالب عليه السلام السلام الله عليه أعظم الله جوركم أخي السلام السلام سلام لك إياه الأخ عبدالله وعليكم السلام رحمة الله وبركاته الشيخ الحديث أكفت ملاحظة بسيطة في حرب الجمال الإمام علي عليه السلام من جماعة سرادة يأخذون الغنائم من بعد من هزمة عائش الملعونة فالإمام علي عليه السلام ما حللهم الغنائم قالوا لا تحلل لنا دماؤهم ولا تحلل لنا أموالهم قال أموالهم فحرام إنهم أخوتنا بغوا علينا فما هذه النقة اللي يقول علي أخوتنا بغوا علينا إن شاء الله بارك الله فيك وعظم الله جوركم تغبر الله طاعتكم إن شاء الله ولا تنسونا من صالح الدعاء ونأخذ أبو ياسين من ألمانيا السلام عليكم أخب ياسين السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سلام إياكم الله عندي سؤال عيني والشيخ إن شاء الله يجاو عليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله السؤال يعني على مد أنا شوي متحير يعني إذا نشوف من الناس هاي الله اللي خلقهم كلها أجمعين وأرحم الراحمين شلون يعني يقدر نغنع نفسنا لتسئين بالمية من الناس اللي الله خلقهم تبغي يعني مذهبنا إحنا في النار ويمكن عشرة بالمية هس أقل أزياد في الجنة أكو مثلا أي دليل شلون نقدر نغنع نفسنا هاي شوي أنا منحتار بها يعني كل غر نحن إذا نشوف كل مية السنة أكثرهم الناس يعني طبغ ومذهب نحن في النار وغليلين اللي يدخلون الجنة الرجاء من الشيخ يجيب إنا عمثال ودلائل شلون نقدر نغنع نفسنا هاي نعم حسنا وجزاكم الله خيرا شكرا حياك الله تغبر الله عمالكم وناخذ اتصالات الموجودة وبعدين نجاوب على السلح ناخذ اتصال من الأخ حيدر من إيران السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تغبر الله عمالكم وعمالكم إن شاء الله عظم الله جوركم الله حولك أود أن عزي جميع الشيعة في أنحاء العالم وعزيكم وعزي الشيخ الحبيب وكل عمال لقناة كبير وسالي ما يقض بورغ البحثية وهو نعرف أن للنبي صلى الله عليه وآله والسلام أنه ده أولاد ضمن اسم أولادها حيثاً أدري هل من أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هده من أولاده الزرية والفرص من الفرص من الزراء صلى الله عليه وآله وسلم نعم ونسأل الشيخ الدعاء لا ينسى أنه الدعاء إن شاء الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله سماحت الشيخ الأخ اسمه حيدر من إيران إذا تسجلون نسمح ولا تنسونا من دعاء هذه الليلة من ببارك الأخ بمحمد من سويد السلام عليكم السلام عليكم إخواني آخر اتصال لو سمحت وبس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عظم الله لكم الأجر مولانا أخي عبد الله عظم الله جورنا وأجوركم الله حبا وياكم الله وياها إن شاء الله عياكم الله الله أنا بس لدي طلب بسيط ذا أمكن لا تفضل من سمحت الشيخ أن يفرض محاضرة خاصة في المنحرفين من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم وحتى من أقربائهم كجعفر الكذاب وابن عم سيدنا جعفر سلام الله لأن أشباه هؤلاء الآن يظهرون على قناة المستقلة مثل النبيل الحيدري أو ما يدعى بالسيد علي الأمين هؤلاء الذين لهم أشباه في التاريخ كانوا من أصحاب الأئمة وانحرقوا على الأئمة طبعا كانوا يجسسون على الأئمة عند السلطات عبدان العباد فنرجو من سماحة السيد الشيخ جزيلي العطفان أن يفرض في المحاضرة أو وقت معين مثلا أن يفضح مثل هؤلاء خصوصا ما يدعى بمبيل الحيدري دائما يدعى في المشتق يستخر بأجداده وبأبو مرجع وينسى مثلا جعفر الكذاب الذي هو أقرب منه والإمام المهدي مثلا وبقية خلام الله عليهم أو خطاء بالنوح خلام الله عليه فنرجو أنه يفرض محاضرة يفضح هؤلاء ويعريهم أمام الناس وشكرا جزيلا حياك الله وتغبر لأعمالكم إن شاء الله نوجه طلبك إلى سماحة الشيخ ناخذ اتصال من أبو محمد من النيروج أخوان كنت رولي بس الرقب أنتو بس تشيلونا على التلحد يتصل السلام عليكم السلام عليكم أخو محمد السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله وبركاته واجرنا وجرك إن شاء الله سيدنا ومولانا أمير المؤمنين تغبر الله عمالكم أخوان عندي الشؤال لو تكرمتم أتفضى خصوص أنه في حديث الإمام علي عليه السلام ما نصه أنه قال بشك القاتل ابن صفية بالنار هل صحيح هذا الحديث وصدع عرفنا أنه حكم المؤمنين بالزبار بالردة سأسأل سماحة الشيخ ياسل حبيب الدعاء هذا اليوم أحسن بشر قاتل بني صفية بالنار نعم قاتل صفية بالنار نعم نعم أحسن تبارك الله فيك سماحة الشيخ عليكم بالسلام نأخذ شوي نسمع للسئلة نجاوب عليها إن شاء الله بالبداية أبو جواد من ألمانيا يقول هل سيدة الكرثوم تزوجت من عمر لأنه يقول بعض علماء يقولون بهذا هناك جواب مفصل على موقع القطرة حول هذه المسألة إذا أمكن للآخ الكريم أن يطلع عليه وقلنا هناك إنه لم ينهض دليل قوي بوقوع هذا الزواج وتوابعه ولوازمه والروايات التي وردت في هذا الشأن ليست بالتي يمكن الركون إليها أو الإطمئنان إليها وحتى الروايات من طرق أهل الخلاف هي روايات متضاربة المضامين وليس فيها رواية قوية كذلك وثم لا نغفر قول شيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه الذي نبه على أن هذا الزواج المزعوم ليس بالذي يمكن التعويل عليه أو الإطمئنان إلى صدق وقوعه على أنه حتى لو افترضنا أنه وقع فقد نقل كذلك في جملة هذه الروايات التي وردت من طرقنا أن ذلك كان إكراها هو في مقدمات الزواج لا في توابعه أن العباس عما النبي صلى الله عليه وآله هو الذي تدخل وزوجها من عمر حتى لا يقوم عمر بقتل أمير المؤمنين عليه السلام بعدما يدفع أربعة شهود للشهادة على علي عليه السلام زورا بأنه زنى والعياذ والله فهنا تدخل العباس وفعل ذلك دون استئذان من أم كلثوم ذاتها ودون رضاية من أمير المؤمنين صلى الله وسلم ثم قبل أن تصل أم كلثوم إلى عمر عليه اللعنة على حسب هذه الآثار الضعيفة يعني أتحدث قام أبو لؤلؤ أنها واندي رضوان الله تعالى عليه وأجهز على عمر ومن هنا قال بعض الباحثين المعاصرين أنه قد يكون ما صنعه أبو لؤلؤ غيرة منه على بنت علي صلوات الله وسلامه عليه فإذا إذا كان الأمر هكذا يعني إذا كنا نريد أن نأخذ بهذه الآثار الضعيفة ونسلم بالزواج جدلا أو بوقوع الزواج جدلا فإنه يكون إكراهيا ولا حجة فيه فالأمر هو على هذا الإجمال وتفصيله كما قلنا في إجابات موقع القطر الرسمي فبإمكان الأخ الكريم أن يرجع إلى هناك نعم سمحت الشيخ الأخ عنده كان سؤال ثاني يريد أن يعرف قليلا عن هل الأمة عندهم علم القيب نعم صلوات الله عليهم بتعليم من جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله ومنه تعلم هو صلى الله عليه وآله من الله تبارك وتعالى نعم كانوا مطلعين على الغيب وعالمين به ولا أدل على ذلك من إخباراتهم في الحوادث المستقبلية وهذا أمر شائع عنهم حتى في مصادر الفرق الأخرى أنهم تنبأوا بأمور وظهرت كما تنبأوا فعلا وصدقا وكل هذا معناه أنهم كانوا يعلمون الغيب ولكن بتعليم من الله تبارك وتعالى أحسنت شيخنا في الأخ حسن من الجزائر يسأل عن أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وآله هل هي صالحة أم طالحة طالحة منافقة مذمومة في النار نعم أحسنت يقول كذلك أن عمر بن الخطاب لعنه الله قتل في محراب الصلاة أم في بيته وما يتفاصيل منوه عفوان السؤال شنو وهو يصلي أم في بيته نعم نعم سمعت شيخ مرة أخرى أيضا صوتكم انقطع يعني ما أسمعكم جيدا أيضا سمعت فقط آخر كلمة حسن من الجزائر عنده سؤال عمر بن الخطاب هل قتل في محراب الصلاة أم في بيته يريد حادثة قتل عمر اختلفت الرواية التاريخية في هذا الشأن منها ما يقول بأنه قتل بينما كان يهم بالصلاة وذلك يلازمها أن يكون واقفا في المحراب منها ما ذكر أنه كان في الطريق إلى الصلاة ومنها حتى ما ذكر أنه كان هناك طريق خاص له قد شقه إلى المسجد النبوي الشريف من بيته ومنها ما يقول أنه لا حينما كان يتحضر إلى الصلاة أي كان إما على عتبة بابه أو ما أشبه قتل هناك وأجهز عليه فالروايات مختلفة في هذا الشأن والمضحك في الآمر أنه المخالفون يريدون تصوير عمر شهيدا للمحراب يعني أنه هذا قتل كما قتل علي عليه السلام ولا يخفى الفارق بين الرجلين فإن علي صلوات الله عليه إمام المتقين ولم يخالف رسول الله صلى الله عليه وآله طرفة عين ولم يبتدع في الدين أما عمر فعلى فرض أنه قتل وهو يصلي أي صلاة كان يصليها حتى نسمي أنه كان شهيد المحراب أو أنه شهيد الدين كانت صلاة بدعية صلاة المجوس التي أثبتنا سابقا ببحث مفصل في هذه القناة المباركة أن هذه الصلاة التي فيها التكفير هي صلاة المجوس وقد جاء بها عمر بدعية فالرجل الذي يبتدع صلاته صلاة بدعة فإذا قتل في ذلك لا يمكن أن نسميه شهيدا أصلا فضلا عن أن يكون شهيد الصلاة أو شهيد المحراب هذا استغفال للعقول نعم بارك الله فيك عندنا الأخ علي من البصرة يقول بعد معركة الجمل أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يحلل للمؤمنين أو المسلمين أن أخذ القنائم بعد المعركة وقوله الشهير في هذا هم إخواننا بغوا علينا فيقول ما مصداق هذه الرواية بأنه قال أخواننا بغوا علينا نعم هو صحيح أنه أمير المؤمنين عليه السلام هنا أراد أن يفصل بين حكم الكافر المحارب الذي يكون مرتدا حتى عن الشهادتين وبين من يكون مرتدا وكافرا ولكن عن الشهادة الثالثة ويكون باغيا أراد أن يفصل العنوانين حتى لا يتوهمن أحد جواز تطبيق آثار ولوازم ذلك الأول على هذا الثاني عندنا عنوانان عندنا عنوان هذا المرتد الكافر الذي ينكر حتى أصل التوحيد أصل النبوة هذا يسلب ماله في الحرب أما ذلك الباغي فله حكم خاص البغاة في الإسلام لهم حكم خاص وهو عدم سلب أموالهم مع هذا جاءت الروايات الشريفة عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أنه كان لأمير المؤمنين عليه السلام أن يسلب أموالهم وأن يقتل مدبرهم وأن يسبي نساءهم كذلك ولكنه من عليهم كما من النبي صلى الله عليه وآله على أهل مكة لما فتحها هذا المن أخذ تشريعا للحكمة المستمرة أي لوجود المقتضي لوجود العلة أخذ هذا تشريعا مستمرا باقيا ولذا أفتع فقهاؤنا إلى اليوم بأنه الباغي لا تحل أمواله ولا يحل عرضه وإلى ما هنالك فقوله عليه السلام إخواننا بمعنى أنه هؤلاء ما زالوا يتحرمون بأخوة الإسلام لا نخرجهم عن هذه الأخوة إلا أنهم بغات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هذه الآية تتحدث عن البغات ولكنها سمت كل طائفة بالمؤمنة ولكن ليس معنى ذلك أن الطائفة الباغية مؤمنة حقا في واقعها هذه باغية لا يجتمع البغي مع الإيمان هذه قضية بدهية فكيف سماهم الله تعالى مؤمنين سماهم بذلك بدعوى أنه يبقي عليهم الحكم في إجماله حتى لا يخرجوا لأنهم إن خرجوا عن هذا العنوان صار لهم حكم آخر وبعبارة أخرى يمكن أن نعبر هكذا أنه هؤلاء مؤمنون ادعاءا أو تنزيلا هكذا يمكن أن نقول كذلك أولئك إخواننا ادعاءا أو تنزيلا حتى لا يتوهمن أحد جواز سلب أموالهم مثلا في أثناء القتال أو فيما بعد القتال فعلا يتحال هذه إشارة فقط من أمير المؤمنين عليه السلام لهذا العنوان الفقهي ولهذا الحكم الفقهي وليس معناه أن هؤلاء بالفعل مؤمنون وأنهم إخوة حقيقيون في الإيمان إنما هو ناظر فقط إلى الأحكام الدنيوية لا إلى الأحكام الأخروية وإلا الأحكام الأخروية كل الأمة في النار إلا فرقة واحدة معنى ذلك يعني شنو أن بقية هذه الأمة كفار في حقيقتهم وفي موضوعهم لكن في الدنيا أحكام تختلف نعم حسنت عندنا سؤال من أبو ياسين من ألمانيا يقول عندما خلق الله الناس وهو أرحم الراحمين لماذا نجد 90% من هؤلاء الناس يذهبون إلى النار وتقريبا 10% أو أقل يذهبون إلى الجنة ما هو الدليل على ذلك حتى نغنع أنفسنا بأن أكثر الناس يذهبون إلى النار يريد الدلائل من روايات أو حديث يعني عندنا كتاب الله تبارك وتعالى قبل الأحاديث يعني وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور آيات كثيرة في هذا المعنى تنص على أنه الناجي قلة وهذا الحديث الذي مر معنا قبل قليل تفترق أمتي إلى 73 فرقة هذا طبعا حديث متفق عليه يعني عند كل الفرق أن النبي صلى الله عليه وآله قال تفترق أمتي إلى 73 فرقتان كلها في النار إلا واحد يعني 72 فرقة في النار يعني أكثرية الناس في النار أكثرية من يسمونهم الصحابة أيضا في النار لا يخلص منهم إلا مثل همل النعم هذه الروايات التي تذكر فالأمر ثابت في الكتاب والسنة أن القلة تنجو القلة من حيث المجموع أما أنه كيف يتفق ذلك مع رحمة الله تبارك وتعالى نقول نعم لأن الله عز وجل كما أنه رحيم إنه عادل كذلك والله وضع شرطا للبشر لدخول الجنة وهو الإيمان وترك لهم الاختيار معنى قولنا أنه نريد من الله أن يدخل أكثرهم الجنة الجنة معنى ذلك أنه لابد أن يقهرهم على الإيمان وهذا يخالف العدل ويخالف أن الله عز وجل ترك البشر مختارين في الدنيا لابد أنه يقهرهم على الإيمان حتى يستحق الجنة ويكون هذا الشرط متوفرا فيه فإذا قلنا بذلك أبطلنا أن الإنسان مختار المشكلة هي مشكلة البشر يعني ماذا نفعل مع البشر سبحان الله المسيرة البشرية من آدم إلى يومنا أن الأكثرية ينزعون إلى الفساد إلى الشر إلى الباغي إلى الظلم إلى الفجور إلى العصيان ماذا يصنع الله تبارك وتعالى مع هؤلاء البشر يظل يرسل إليهم بالرسل والأوصياء عليهم الصلاة والسلام وينبههم ويرون آيات الله عز وجل من حين لآخر لا فائدة أيضا يظلون أنا ذكرت هذا الأمر في محاضراتنا السابقة أنه بالله عليكم شوفوا شقد البشر يعني تعساء حقيقة أنه آدم عفوا نوح عليه الصلاة والسلام ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو هؤلاء يدعو البشر إلى الإيمان ويرفضهم ما آمن منه حسب الرواية إلا ثمانين شخص تقريبا مو أكثر من هذا كان ينبههم كان يحذرهم أنه سيأتي طوفان يستهزئون به صار الطوفان أخيرا صار الطوفان وعم الطوفان كل الكرة الأرضية وسحقت المدن وذهبت كل البناء الحضاري الذي بناه الإنسان التمدن يعني للموجود كله راح كله راح زين فهذا أمر شهده البشر هؤلاء الثمانون الذين نجوا صحيح؟ مع ذلك تنبئنا الروايات أنه بعدما هدأ الطوفان واستقرت الأمور وعاد البشر من جديد إلى يعني اليابسة وبدأوا يعمرون من جديد ما مضت سنوات إلا ونفس هؤلاء البشر بدأوا يفتشون في الرمال يبحثون في الرمال عن الأصنام التي غرقت أو اندثرت وذهبت في الرمال اللي هي الأصنام التي كان يعبدها الناس في زمان نوح عليه الصلاة والسلام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر هذا يقرأوها في سورة نوح عليه الصلاة والسلام فاتشوا في الرمال أخرجوا نفس هذه الأصنام وعادوا لعبادتها من جديد مع أنهم يعلمون بأنه هذا هو السبب الذي جعل الله عز وجل يصيبنا بالطوفان أو يصيب آباءنا بالطوفان على أقل تقدير البشرية راحت بسبب العكوف على هذه الأصنام إذا بهم ما يعجبهم بعد فترة رجعوا عبدوا نفس هذه الأصنام ماذا تصنع مع البشر؟ الإنسان متمرد يتمرد ما يقبل الله عز وجل خلص ما يقبل حكم الله وهذه مشكلة عامة ترى يعني حتى الآن الفئة التي تسمي نفسها متدينة مثلاً مع الأسف تجد تسعين بالمئة من المتدينين تدينهم قشر وظاهر إلى الآن عندنا مشكلة كبيرة أنه نجي لهذا المتدين نقول يا أخي أنت اللي متدين وتقول أنا متبع لأهل البيت عليه الصلاة والسلام في حكم أهل البيت من حلق لحيته فليس منا ما يقبل يتمرد روايات معتبرة عندنا حكم ثابت يحرم حلق اللحية ليس منا أهل البيت عليه الصلاة والسلام يقولون بعد حالق اللحية ملعون في الروايات موجود ما يقبل حالة مردية ويناقش ويجادل وأنه لا يعني وكفت على قضية اللحية الآن يعني ما يكتمل ديني إلا باللحية فاحت الله شكرا مقرر شنا تسوي المرأة التي تسمي نفسها مؤمنة متدينة تجد تقول لها هذا الحجاب تتصورينه حجابا ليس بحجاب هذا مو حجاب شرعي مانتو مو حجاب يا أيتها النساء اسمعنا مانتو مو حجاب حجاب هذا قطعة قماش على الرأس ملوان ما أشبه مو حجاب كشف الوجه وأنت جميلة أو متزينة أو حتى مجميلة ومتزينة بس ترين أنه أنت تثيرين افتدانا ميجوز لازم تلبسين بوشية لابد أن تغطي وجهك لابد حكم شرعي قاعدة بلندن قاعدة بباريس قاعدة بأي مكان لازم تغطي وجهك اتقول له ما أقبل حالة مردية مع الأسف الشديد اتقول لبعض الناس أنه ميجوز لكم تمالئون النواصب والمخالفين والمعادين لأهل البيت عليهم السلام واتقولون مثلا رضي الله عن عمر مثلا أو عائشة أو السيدة عائشة وم المؤمنين لا حالة مردية نريد أن نكسب الآخر وهكذا يبتدع البشر لأنفسهم أعذارا ويذهبون دينهم بالمعاذير كما ذكرت الروايات الشريفة فقط يتشبثون بالمعاذير فحالة مردية ما يريد أنه يتقيد بالدين لأن الدين يضع له قيودا ما يريد أن يتقيد بعض الناس مشكلتهم في التوحيد بعض الناس مشكلتهم في النبوة لديهم مشكلة في التوحيد يعني تمردوا على التوحيد هؤلاء الكفار بعض الناس تمردوا على النبوة أهل الكتاب بعض الناس تمردوا على الإمامة أهل الخلاف بعض الناس تمردوا إلى أن تصل إلى الأحكام هاي الأحكام ممن لم يتمرد على الأصول لكن يتمرد حتى على الأحكام ما يقبل هاي الأحكام ما يقبل يجد فيها يعني تقييدا لنفسه فالمشكلة فينا أيها الإخوة المشكلة فينا المشكلة مو في الله تبارك وتعالى الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة الله أوجب على نفسه الرحمة يريد كل البشر يدخلون الجنة ولكن ماذا يصنع البشر لا يريدون لا يريدون الالتزام بالشرائط التي تقتضي دخولهم الجنة يلتزم بكل شرط بس إذا كان دنيويا يعني هنا في أوروبا هنا في لندن أنا أتحدث في أنك تحصل واحد يقود السيارة ما خال حزام الأمان ما تجد يمكن حتى عشرة من الشيعة أنا دعا أتكلم من الشيعة تقول له ليش ليش تخلي حزام الأمان ما عنه يقيده يقول قانون يخالفوني أخذ تيكت ويصير علي غرامات ما أريد أن أدفع غرامات أو ما أريد أنه سجلي وأنا أنتظر الجنسية وأنتظر كذا وأنتظر أمور ما أريد سجلي تصير فيه نقطة سوداء فيتقيد حتى بهذا الشيء ما عنه قانون وضعي موجود ما عنه استعداد يخالفه أما أو يسوق سيارة بدون إنشورنس إلا طبعا اللي يسوقون بدون إنشورنس بس المهم الطبيعة العامة أنه إذا كان أمرا دنيويا يلتزم به يخاف من العواقب أما إذا أمر أخروي لا كم واحد يهمل صلاة الصبح كم واحد يهمل أنه يصلي في أول الوقت يعني في الروايات حتى الذي يؤخر صلاة إلى آخر الوقت هم العون بلا سبب هكذا هم العون هذا وهكذا يعني المشكلة موجودة فينا لو أننا التفتنا جيدا لكان أكثرنا يدخل الجنة المشكلة ليست في الرحمة الإلهية المشكلة فينا الأخ حيدر من إيران يقول هل للنبي صلى الله عليه وآله ذرية يعني من أولاده طبعا أولاده ذرية أولاده هل من فاطمة فقط أم من باقي أولاده لم يكن لنبينا صلى الله عليه وآله ذرية بقت واستمرت إلا من فاطمة صلوات الله عليها كان له أولاد وكان له بنات ولكن لم يبقوا ولم يتناسل منهم أحد يعني على سبيل المثال كان له القاسم وبه يكنى أبو القاسم صلى الله عليه وآله وروحه في له ولكن توفي وهو صغير كان لديه أيضا ابن آخر أيضا من خديجة اسمه الطيب أو الطاهر أيضا توفي كان له إبراهيم عليه السلام من مارية القبطية عليه السلام وأيضا توفي ثم من أحفاده يعني من أحفاده ما كان عنده غير أمامة ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله من زوجها أبي العاص بن الربيع وأيضا هذه ما تناسل منها أحد يعني ما استمرت الذرية منها أمير المؤمنين عليه السلام تزوجها بعد الزهراء صلى الله عليه لكن ما تناسل فلم يكن ليس هناك ذرية بقت وتناسلت للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلا من علي والزهراء صلى الله عليه وآله إنا أعطيناك الكوثر أي الزهراء صلى الله عليه وآله التي تكثرت منها الذرية الطاهرة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وقال صلى الله عليه وآله ذرية كل نبي من صلبه وذرية من صلب علي صلوات الله عليه أحسنت عندنا الأخ بمحمد من النيروج يقول مدى صحة رواية بشر قاتل ابن صفية بالنار نعم هي رواية معتبرة ولكنها لا تنقض الحكم بردة ابن الزبير بردة الزبير ابن العوام الرواية تتحدث عن أن قاتل الزبير في النار وبالفعل تحقق ذلك وهو أن هذا القاتل فيما بعد صار من الخوارج خرج على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام صار من الخوارج وقتل فصار في النار نعم فالرواية لا تتحدث عن أن هذا الرجل لقتله الزبير هو في النار وإلا لكان علي عليه السلام اقتص منه نحن لا نجد في التاريخ أن علي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهت حرب الجمل وكان قاتل الزبير موجود أنه راح وقتله باعتبار أنه أنت في النار وأن جرمك هو قتل الزبير فلذلك أنت تقتل لا تركه على حاله دار الزمان وقعت معركة صفين هذا الرجل على حاله ثم بعد معركة صفين كان هذا الرجل من الذين انشقوا وتمردوا على أمير المؤمنين عليه السلام وصار مع الخوارج فقتل في النهروان فلهذه الجريمة أنت في النار بشر قاتل ابن صفية في النار المعنى هو هذا أنه جريمته التي استوجب بها دخول النار هي خروجه على أمير المؤمنين عليه السلام وليس قتله للزبير نعم أحسنت سمحت الشيخ في سؤال ورد من السيد أحمد بطبيخ من برنامج اللي قبل غليل وأمنني أن نوصلك إياه هي آية النجوة يا أسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسولة فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله قفور الرحيم فيقول في رواية هناك لأمير المؤمنين جاءت في المستدرك على الصحيحين قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه على حد تعبيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد ولا يعمل بها بعدي يعني ما عمل بها أحد ولا يعمل بعدي وهي آية النجوة قال كان عندي دينار نجواية ثم نسخت فلم يعمل بها أحد يقصد آية اللي نسخت هذه الآية عندما أنزل الله قوله أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات إلى آخر الآية فيقول سؤاله بالعراقي يجي يقول وين كانت فلوس عثمان يعني عثمان وين كانت فلوسها ليش ما قدم صدقات بخل الجواب واضح هؤلاء قوم يعني فيهم بخل وعثمان كان بخيلا وكان مع أنه كان ثريا بشكل عام يعني كان وضع المال جيد لكنه كان بخيلا وكان يحاول أن يستأثر بالمزيد من المال ولهذا السبب حقيقة كون الثروة عظيمة وكبيرة حينما تولى الحكم وسرق الكثير من بيت مال المسلمين وأصلا اعتبر بيت مال المسلمين بيت مال أبوه يعني هكذا أصلا وقف خطيبا ذات مرة وهذا أحد الأمور التي أشعلت الثورة على عثمان أنه وقف ذات مرة خطيبا وقال المسلمين بكل صراحة أنه هذا المال الموجود أنا أتحكم به كما أشاء أنا وأقربائي ولا واحد يتكلم وإلا لا أحطمنا أنفه بالسيف مضمون كلام الآن ما أتذكر موجود في التواريخ حتى تواريخ أهل الخلاف فهذا من الأمور التي عجلت النقم على عثمان فكانوا يستأثرون بالمال أخذ لنفسه قصرا في المدينة بنا لنفسه قصرا في المدينة جعل عليه يعني شيده يعني بالغالي والنفيس واهتم بوضعه بوضع الشخص يعني كان جدا مهتم وطبيعته هكذا كانت منذ البداية يعني أنتم راجعوا مثلا لما بني مسجد النبي صلى الله عليه وآله وكان عثمان لما يمر والمسلمون منهم يكون من بينهم عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليهما أنه في البناء وغبرة البناء وكذا كان يأخذ طرف ثوبه هكذا يضعه على أنفه حتى لا يشم الغبار ولا يتسخ لا تتسخ ثيابه بالغبار وكان أمير المؤمنين عليه السلام قد أشار لعمار بن ياسر أنه يعرض به فقال لا يستوي من يعمر المساجدة يقوم فيها راكعا ساجدا كمن يحيد كمن يرى عن الغبار حائدا إلى آخره آخر الأبيات فكان عثمان هكذا طبيعة يعني إنسان مغرور بخيل في الوقت ذاته يجمع الأموال لنفسه ويرى فيه شيء من التكبر والغرور حتى أنه في هذه الحادثة ما عجب طبعا هذا الهجاء فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له إننا لم نسلم حتى تسب أعراضنا فقال له النبي صلى الله عليه وآله قد أقلتك إسلامك فذهب روح ولي لا تأتي تمن علي بإسلامك تريد تشتغل مثل أوادم تبني حالك حال باقي المسلمين أهلا وسهلا ما تريد تبني وتتكبر وتتعزز هكذا تحمل بعد الكلام الذي يأتيك فهي نفسية عثمان هكذا كانت وكذا نفسية باقي المنافقي أحسن تبارك الله فيك سماحت الشيخ على جوابك على الأسئلة وعلى ورغة البحث التي لم يرد عليها ولا بكري ولا وهابي ولا أحد ولكن نسألكم الدعاء في هذه الليلة المباركة كما سألكم الأخوان ويعني إن شاء الله تكون سجلت والأخوان بعد في الكنترول بلغوني إنك بارك الله تدعي لهم إن شاء الله شخص شخص أو أخ أخ من اللي يشتغلون معنا نعم سجلتهم نعم سجلت نعم أحسنت سماحة الشيخ بارك الله فيك ونشكرك على تواجدك معنا إن شاء الله تعالى ونسألكم الدعاء مرة أخرى وما بقي لي أعزائي المشاهدين في هذه الليلة وهي أول ليالي القدر المباركة وليلة ضربة أمير المؤمنين إلا أن أسألكم الدعاء وأستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة